إيجابية وخبار إيجابي على روعة تليلي لعبتنا التونسية التي توجد بالميدالية الذهبين مسبقا دفع الجلة في الألعاب البرا أولمبية خبار مهم برش نقولها يعطيك الصحة ترتوء اللي مش أول تتويج لها تتويج ثالث على التوالي في ثلاثة دورات برا أولمبية بالعاصمة اليابانية توكي وحقت مع هذا الكل مع الذهب رقم قياسي أكيد أسامة كما بدنا اللي ميسيون بالحديث على الإنجاز الروعة لروعة تليلي نختمه بالإنجاز هذا لأنه بصراحة حاجة تعمل كيف حاجة تشرف حاجة تخلينا فرحين بروعة تليلي اللي كانت وفية لإنجازاتها وفية التقاليدها وفية للتقالق متاحها ولكن المرة هذه زادته شوية فائح كما يقولوا وزادت حالته بتحطيمها لرقم قياسي عالمي في رمي الجلة والدفع الجلة حصلوا الاختصاص اللي تعرفوه الناس الكل روعة تليلي حقت رمي قدرها 10.55 متر خلال بتبع المنافسات البراولمبية الفجر اليوم إنجاز تليلي هو تحقيقها الميدالية الذهبية للثالثة على التواري كما قلت أنت بعد لندن 2012 وبعد ريو 2016 روعة تليلي تسجل موعد مرة أخرى مع التاريخ وتسجل مرة أخرى موعد مع الذهب وتحفر اسمها من ذهب بطبيعة في عالم الرمي الجلة والعاب القوية من خلال تحقيقها لرقم قياسي عالمي وتهز الدرب وتونس الفوق الفوق برشا روعة تليلي مش أول مرة كما قلنا ويعطيهم صحة كل الناس المشاركة ما زلنا نسنناه في ميداليات أخرى من البعثة التونسية هي بطبيعة علش سبيسيال للميداليات المرة هذه لأنه شوف ظرف صعيب ياسر على كل المشاركين نرى من مختلف دول العالم وكان لي اتصال بالناس بالبعثة التونسية اللي مشيت في الألعاب سابقة في توكيو على أن نبداهم له الحجر الصحي متشدين برشا صور أنت اليابانيين ويعانيهم من جايحة إلى غير ذلك وانت قادية كبيرة داخل المجتمع الياباني على استضافة الألعاب الأولمبية نذكروا هذه الألعاب الأولمبية 2020 معنا المفروض تعمل الصيفة الأولمبية والبراء الأولمبية من المفروض تعمل الصيفة اللي فاتت تم تأجيلها بسنة أوضاعها صعيبة ياسر تحذيرات أكيد كل الرياضيين عناوا من التحذيرات معنا يقولوا عدد لنهائي مساكن ما قاموا بيثا هتتصوروا يحمل يقوم الصباح للي يلعب يدخل يخرج محتاج زين محتاج زين فهمت ما يخرجوش ما يعملوا حتى شي على عكس عادة تعرف ناس تحب تمشي اليابان معتا فوياج اليابان نرىه مرة في العمر معتا وتقريبا على نفقته الخاصة صعيب بيسر يقدر بش خلي مع ألعاب أولمبي بش يقوم به خلي مع معتا حتى أكيد فهم برشة الياضين يمشيوا برشة مشيوا اليابان أكثر مرة لكن اللي يمشي معتا أول مرة ماذا بيها روشيف كل شي معتا حتى لوضاع نحكي لك النفسية صعيبة برشة برشة حسرة معتا التركيز معتا برشة تركيز يقول لي مفعول سلبي عليش نديمة الملاعبية مثلا يخرجوهم شوية ليلة الماتش ولا قبل الماتش ولا صبحية الماتش بيش يتمشيوا شوية بيش يمشيوا مثلا كان فما بحر ولا حاجة ويخرجوا شوية معتا يعملوا بالضغط وصلت عليهم تعرف أنت في ظل تقريبا احتجاز معتا وصفوها بالشديدة جدا حتى في وكالية الأنبياء العالمية بس النسبة الرياضين الموجودين في توكيو على ذلك قلت لك نضيفوه تحذيرات في ظروف خاصة نعرف احنا تحذيرات كانت تمشي وتأقف تحذيرات ألعب أولمبيا مهيش سهلة ولا برا أولمبيك مهيش سهلة لأن تطلب تحذيرات كبيرة أربع سنوات من التحذيرات بدلت قريبا عام ونص من الكورونا تقريبا كل شي تخلى بعضه الرزنين من سورة تخلت بعضها المشاركات على المستوى العالم والاحتكاك بالأبطال تنقص والسفر ينقص وهذا ما كان نجي مأثر سلبا على كل الرياضين وكان نتحدث على كل الرياضين على ذلك ما شفنش مستوى مرتفع في الأولمبيا وحتى في البراء أولمبيا لكن عليش نكمل لك الجملة هذي عليش نرجع مرة أخر الاسبيسيال لأن في الظروف هذي الكل اللي تحدثنا على الكل هي تتمكن روعة من تحقيق رقم قياسي عالمي ولهن الروعة خلينا نقوله في إنجاز روعة للي لأن معانتها في الظروف هذي الكل تبركل عليها والحوت عليها كما نقول وحنا بلغتنا اللي هي تتمكنت من تحقيق الذهب وزادته رقم عالمي أكيد ما زلنا نسننه في مداليات من كل البعثة التونسية وبرافو لها وبرافو لناس اللي دربتها والناس اللي قايمة عليها والناس اللي عاونتها وخليتها تكون بطلة مشرفة التونس وضع تم نقطة أخرى زيدة اللي هو الجمهور معالي الشريف الجمهور اللي غايب وليوريناها كيفاش أنه فما ألعاب أولمبية من غير الجمهور اللي يحفز واللي يحفز على التنافس وغيره زيدة ذاك نقص حتى شوية من معنويات بنقص من التنافس الكبير معتها مش كان في الكورة ولا في الهوند ولا في الباسكيت معتها في المنقل كيد الألعاب أولمبية اللي لعب سامحني القوية عندنا جمهورة كبيرة وإحنا بطبيعتنا كنا كناعملوا استفتاء ولا نخليوا سؤال على الصفحة متاعنا شكون يتفرج في الألعاب كأس أوروبا كانت ممتازة من أحسن كؤوس أوروبا في التاريخ فما يجيت كل هكا نحن نذكر نتخذين الميدالية الذهبية في السباحة وميدالية الفضية في التايكواندو لكن مع هذا ما تبعناش لعب القوية ما تبعناش للسباحة بالقدير خلينا نقول في العادة الجمهورة تونسي يحب لعب القوية يتبع الجري يتبع المغاربة يتبع الكينيين يتبع القفز بالزين للعاب أولم بي أسي بقى شهر كامل تقريبا تلافز الكل يمشيوا وينسمعوا الأخبار متاع الرياضيين ما فهميش أخبار لأنه ببساطة ما فهميش صحفيين حاضرين فما عدد ضعيف برشة وجمهور عدد ضعيف جدا حاضر معتلا بظروف استثنائية إن شاء الله اللعاب اللي جاية تكون مخير وتكون أكثر وإن شاء الله هاتوين سيكونوا حاضرين كما حاضروا هنا في توكيو وجابونا الذهب ونحن مازلنا نحبو الذهب نحبو أكيد أبطالنا وليد كثيرة وغيرهم من الأبطال اللي يمشيوا لتوكي إن شاء الله يروحونا بأكثر ميداليات ذهب وإن شاء الله ديما مشارفين وإن شاء الله ديما بتبع رفعين راية تونس الفوق واضح يعطيهم الصحة ويعطيها الصحة روعة التليلية رجعنا معكم خير ما تبعتم شهر شكرا